موسيقى بصفتي مولايم سعود ابن البيضاء أحد الشرفاء أحفاد الوالي الصالح حسيني بن سعود بن حسين والكاتب العام للجمعية شرفاء الأدارس الحسينيين أبناء الوالي الصالح حسيني بن سعود بن حسين وكذلك أتكلم بصفتي كمنصق جهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة ضربة أسطات اتجهنا بتقديم شكايات إلى جميع الجهات المسؤولة بدءا بالسيد العامل الذي استقبل الجمعية باسم رئيستها بن طهر السعدية في مقر العمالة وأعطاه وعده بأنه سيتكلف بهذا الميل شخصيا بعدها تقدمنا بعدة جلسات مع السيد القائد الذي أبدأ ورغبته للتعاون معنا وقدمنا له شكايات في الموضوع كذلك رئيس الجماعة الذي أبدأ ذلك استعداده لتقديم مساعدة والتقديم مبلغ مالي مهم لإصلاح ضريح وجنب الضريح بعد ذلك تقدمنا بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل لما ذلك لدى محكمة الجديدة صردنا فيها كل ما تكلمت عنه سريفا وما يعيشه ضريح وأبناء الضريح وما يقام من دبيحة سرية ومن ليالي حمراء ما يصطلع عليها بالشعودة تتخللها جميع أنواع الدقوس المحرمة من مخدرات وكحول إلى غير ذلك فالشكاية كانت مفصلة للوكيل الماليك لازال جارية أم محكمة تقدمنا كذلك بشكاية طرف أحد الأشخاص الذي فورا علمي بأننا تحركنا بوضع شكايات لدى السلطات المحلية وللجهات المسؤولة بالسب والقدف والتهديد بالتصفية الجسدية وانتحال صفة مقدم ضريح الولي السليم سعود بن حسين والنصب باسم الشريف وابتزاز الظوار من منعي من حق الزيارة محرولا بمقدر القانون وإنشاء مدلع سرية الدباع السرية وانتزاع حرم الضريح بوضع أقفال بباميه تمنع الظهور من دخول لازال تنجيل الأول فيها كذلك شكاية أخرى كانت موضعة من طرف 12 شخص الذي خضل المفاتيح من بعد منزول أبو شعيب رحمه الله واللي قام بسرقة جميع الأتاث والأواني ديال الضريح وتم نقلها عبر السيارة إلى مكانين مجهود هناك نسخة من بعض البطائق اللي تم استثاره عن هذه الجمعية اللي طعنا نحن في الشرفاء ديالها وإلى حدود هذا الروبرتاج كان طعنه في الشرف ديالهم واللي عدوا ما يتويت كشهادة مسلمة من طرف النقيب كهذه التي أحملها أنا شخصيا بأنه الشريف ابن الضريح لا بد أن تكون بحوزته شهادة مسلمة من طرف النقيب معين ظاهر الملكي الشريف والنقيب هو الوحيد الذي له الصفق بالاعتراف الشريف وانتماء دياله لأهل نبو الشريف كذلك قامت الجمعية بطبع نسب سيديم سعود وهو خاطئ على أرخام ماس وتم تتفيته بجانب الضريح وتحتملنا الإمضاء ديال الرئيس الجمعية هنا أدلي بواحد صورة ديال واحد نافذة هذي من واحد المكتب اللي كتطل مباشرة عالبه ديال السيد واللي اشتغلوا بها بواحد الوقت اللي كان خطير جدا وهو كوفيد اللي تمنع فيه الزيارات وتمنع فيه إغلاق ديال المقاهي كان كيتم إدخال الناس من الباب ديال المكتب وكي خرجوا من الشرجم وكيدخلوا من السيد مقابل مبالغ خيالية ووصلت إلى عشر ألف درهم للزيارة هذه واحد الصورة كذلك مصغرة للبنايات عشوائية فوق واحد المقهى اللي تم استيلاء عليها وهذا المقهى اللي في الدلالة ديالة ديال الكراء طحت علال الوليد ديالي اللي هو هو البيض الحصرح أنا داك بناء دروج درج ومرحاد في الحرومات ديال المقبرة وهذا كذلك يتنفع مع القانون الدرار اللي كان حاليا يجلب عدة مواقع ولكن المواقع اللي شعله في دافع العافي بالنسبة لصحاب دكاكين لتأطرنوا صحاب دكاكين والساكينة هو واحد البناء اللي تبنى بجنب القهوة ديال العضو الجماعي اللي عنده المفاتح السيبسعود واللي كي يستغل الأخ دياله على هذا الأساس كان لدينا موعيد مع رئيس جماعة ديال الولاد فرج ناقشنا معاه الموضوع بأن هذا الشراهة حجب الرؤية ديال الباب ديال السييد وكي يشكلت منه واحد الضرار لجميع الساكينة قال لك أنا ترخيص أعطيت مترو سبعين وهذا كان بحضور الناس المسؤولين عن المصلحة مترو سبعين فإذا بها تحولت ربعان مترو طول وربعان مترو الفوق يعني فات حيث الرودق قالنا هو أعطيه مترو سبعين مع النيفو ديال حيث ديالرودق وعاطيه على أساس قهوة قلنا له تحدى السلطات قلنا له إحنا هذه ماشي قهوة هذا رمحل تمارس فيه الدبيحة السرية وتمارس فيه طقوس شعوادق وذوك الأطباق اللي كيديروا فيهم الشموع وكذا وإلى خيره وكي يتم الغطاء ديالهم بواحد الأغطية مختلفة الألوان وكي يمرهم من داخل داري حسيد عبد الرحمن وسيد سرقي وسيد مسعود فإحنا الحاليين كنتوفروا على فيديوهات كنتوفروا على صور لكن باش نرسلهم سيد رئيس تصنبي قيناه في عطلق كنتنتظروا أنه يلتاحق بالجامعة ونقدموا لي الدلائل على أساس وفيه بالوعد دياله أنه قلنا نصحر الرخصة محال ديال السكنق وكيدخل الزوار من المكتب ويدخلهم من نافذة يدخلهم سيد مسعود المحسين وفي ذلك الحالة في ذلك الأوقات تموت لتتحويج تمت سرقة الصندوق لداخل الضريح جوجت المرات وجاءت الشرطة الإدارية الشرطة الإدارية العلمية وجاءت الدرك الملاكي هذي الشيكيات كنجهلوا لمصير ديالهم إلى يومنا هذا أضيف إلى ذلك تم إضرام النار بالضرابي تحرقوا من طرف ديك الشموع اللي كيدولوا ديك ناس كيدخلوا زور الصيد كل شيء فأثناء مرحلة كوفيد نقطة اللي مهمة بزاف الإغلاق ديال المسجد ديال داري حسدين مسعود بن حسين كان يفكروا في الإصلاح ديال المسجد اللي تسد بوحد طريقة غير قانونية أنه الفقيل اللي كان تعين فيه كان كي يمارس طرق البحث على الكنوز في القبيلة وكان كي يتعضر عليه الحضور لأداء صلاة الفجر وناد خلق واحد الفكرة من عنده أن الدالة رأي للسقوط وجهت اللجنة وكان له أمره وتم إغلاق إغلاق المسجد المسجد من اللي جيت كيقولون لقيت المسجد مسدود فكان تسد على آل السقوط فمن اللي يمشي نحن وخدنا الباديرة وذلك شكل قينا عدوا محضر بينه مديور بينه آل السقوط فهذا أول علش مسدود هل سقوط هل سقوط هل سقوط في غالتيني ما شي قادث أنا ما ذاك شكل وليكي لا لا ما شي قادث من نغير الفقين ما نكونو وش نعندير فهو من اللي جات اللجنة وذاك شكل دالوا ليه آل السقوط ومن اللي خدنا نحن البادرة ومشينا خدنا لكن الله يمهر ولا يهمي الخاض فيه الحق وتحكم خمسات سنوات حبسنا في دار هذا باقي قبع في السجن أضيف إلى ذلك المراحض المراحض في حالة يرتالها ما كينش المراحض لا داخل ضريح ولا خارج ضريح إنه لو لا درتي واحد زيارة وصورتي غيب لك هادو طواليطة دلسيد طواليطة دلسيد وكاهموشداد باقي نخدامين هذا الشي وحرموا منهم المق وحرموا منهم الناس لكانوا واحد مقابلهم هذا الشي كذوب كامل في 30 عام ولا 40 عام ما يمكنش نحن كنعيشوا في البلاد عندي محالاتنا هنا ويقولك هذا الكلام اللي كيقول فيه هو رمكين شاي رمكين شاي هنتفضل السيلي هنتشوف هذا الحالة الإطارية وكين الماء في الضارية وكين الماء ماشي ما كيش الماء لا علاقة الإصلاحات اللي الداخل مع برة أضيف إلى ذلك أن الإصلاحات نحن مش ضد الإصلاحات ولكن الإصلاح بشي واللي فيه زواق بألوان ذهبية وكذا تشي كي يدار في قاعة الأفراح كي يدار في الديور كي يدار في الصارونة أما اللون ديال الداريح هو اللون الأبيض ليس إلا لهذا نطلب من السلطات المحلية واللي تقدمنا لهم طلب الأمر لمن العمالة ولمن المندوبية للأوقاف أنه تصرع بإرسال لجنة للداريح بشوف المسجد نورة غير آئل سقوط وحتلقنا آئل سقوط من ناحية الضالة ديالو نحنا كجمعية لأحفاد داريح سنين بسعود مستعدين نصلحوه من مالنا الخاص ولكم الشكر سلفا ولكم الناس اللي مضررين ومقادرين شي هدروا كانين الناس اللي مضررين كسر ومقادرين شي هدروا في هذا الموضوع لأننا خايفين من هاد شاو ولا شغل لعصابات حيط ليد ويسي معاك يش بدعلك السيوفة يش بدعلك المماس لوحد درجة ما تصورش نحنا رمضررين بزاف رحنا دبها هاد شو ما بييناش بزاف ما بغيناش نبقون بيينو سنين بسعود صورة خيبة رحنا كين خروقات كتوضع في هذا الولي ركي علم باسي والله كين عصابات كين عصابات كين كتار من السكيرية سكيري ردقاء في الرحمة هادو رأي عصابات هادو منقوش لكتنو كين هادو ناس كيدخلوهم هما كين نسبوا عليهم تم يدخلو ناس ليجوا ويزورهم ويقول لي خصك حولي خصك عجل والناس مساكلين يتم كدير جيب العجل وكيمشوا ويدخلوهم ويسي دخلوهم لذا العالم ما فهمنا جاء التقوصات نعم نعشنا فيه تنطلبوا من السلطات تدخل في هذا الوالي كي يمر فيه واحد الشغل كي يعلم به سوى الله أمور كثيرة أخرى تكلمنا عنها مع الناس المسؤولين وكنا وضعنا واحد المخطط اللي طرحناها مع السلطة والتي تمنينا أنه يرجع الأمور إلى ما كانت عليه وهي أنه تحدد واحد المدة الزمنية لكل نائب أسبوع من يوم الأحد إلى يوم الأحد مساء وهذه هي حلول كي تسلم فيها النائب جميع المفاتيح من المنتهي مدته لأسبوع بما فيها مفاتيح جميع الأضريحة والمرافق تابعة لها لأنه هناك مرافق أخرى كضاريح السيد الشرقي وضاريح السيد عبد الرحمن وضاريح سيد ابو علي وكنا واحد دار داخل الداريح وكنا الخلوات جوج وكنا المكتب يعني هذه المفاتيح كلهم يوم الأحد يتسلموا النائب الآخر كذلك يجب على كل نائب أداء الحساب عند خروجه من المدة المحددة له إلى النواب إلى النواب الآخرين ويتدون ذلك في كتاب للرجوع إليه كل مدعى الضرورة كل نائب ملزم بأداء استهلاك الماء والكهرباء كل نائب ملزم النظافة والتطهير داخل المدة المحددة له جلوس شرفاء في مكان واحد يتم انتفاق عليهم طرف النواب الأربعة منع التقاط الصور والفيديوهات داخل الداريح ونشرها فوسائل التواصل الاجتماعي كما هو متدوى المؤخرا منع مضايقة الزوار من طرف أي شخص أو مرافقتهم داخل الداريح التزام كل نائب بضبط شرفاء قبيلتي وإحصائهم للضرورة وإشراكهم في أي قرار منع أي شخص من التدخل في الدبائح والهدايا إلا من طرف النائب أو من ينوب عنه منع الشعودة وإقامة الليالي داخل الداريح والقيام بأفعال وشعائر كيفما كان نوعها يمنع منعا كليا إدخال الدبائح للداريح واتشرها من شور في وجه التواصل الاجتماعي وخاصة في تيك توك مؤخرا منجع الجلوس أمام باب رئيس للداريح ومضايقة الزوار والتسويل داخل الداريح التزام كل نائب بضغط شرفاء قبيلتيه من مضايقة النواب في تسيار شؤون الداريح ووضع صندوق داخل الداريح لأن إشارة الزوار للإشارة فهذا الصندوق كان داخل الداريح اللي تم تسريقة ديالو جوج مرة التواء أثناء كوفيد اللي كان بالغفالي الشرقي هو المسؤول التفاق بين النواب الأربع على تخصيص نسبة من المداخل لصالح الضريح نهاية كل أسبوع فتح حصاب بنكي من أجل وضع نسبة من المداخل تخصص الإصلاح وإقامة شعير الدائنية فتح الصندوق كل سنة من طرف النواب وبحضور لجنة مقترحة من طرف النواب فتح زاوية لحفظ كتاب الله للصغار إقامة موسم سنوي بالتفاق مع الجماعة المحلية وتحت إشراف السلطات المحلية وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا